السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد لي وقتكم حبايب قلبي يا رب اليوم ان شاء الله اقدم لكم حلقة ايطالية باناكوتا طيب كتير ولزيز ان شاء الله على كفالتي لحيعجبكم كتير سهلة تحضير واي ست بالبيت او اي شخص بقدر يحضره مكوناته موجودة بالسوق طبعا ان باناكوتا هي كلمة ايطالية تعني الكريمة مطبوخة فنحن نعتمد بطبختنا اليوم بالحلال اليوم نعتمد على الكريمة كريمة الطبخ ان شاء الله قبل ما نبدأ ونبدأ بالحلال لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس يلا التكن على الله بسم الله وهلا حبابي مع بعض هنبلش بالمقادير طبعا احنا هون في عنا نصف لتر الكريمة السائلة تبع حلويات بعتوا عادل كاستين ونصف من هاي وعندي هون سكر اربعين جرام ما يعادل خمس ملاعق كبيرة وعندي هون جيلاتين في نقطة كتير مهمة من نسبة للجيلاتين الجيلاتين بيجي يا هيك بيجي هيك اصير صغير يعني بتجي واحدة التنتين هيك يعني بتجي طويلة اذا اجت طويلة فما بدي غير ثلاثة ورقات جيلاتين اذا اجت اصيرة فبدي من الجيلاتين ست حبات طبعا متجهز الميل برده مش هان الجيلاتين منقعوا فيه ما بعد طبعا لحن ورجيكم كيف وفي عنا اخر شي هون فانيليا هاي الاساسيات فانيليا فيها بتحطو زرفين بحطو 16 جرام فانيليا وعننا هون المربى الفريز بتختاروا النوع اللي انتو بتحبوه والجوز الهند والفستق الحلبي والاموند اللوز المبروش هدولة للزينة وهلا اخواني كريمة الطبخ السائلة يفضل تكون لونة حمراء يعني انه هذا انتيغ هذا الكريمة انتيغ يعني كريمة كاملة الدسم للناس اللي ما بدي كريمة كاملة الدسم فيكم تاخدو من الزرقة بيجي دسمة خفيف انتو شو بتحبو بتحطو الكريمة البتكونياها بس هو يفضل انه تكون الكريمة هيك وهلا اخواني حنروح مع بعض على طريقة التحضير هلا حبابي حنبلش مرحة التحضير هلا اول شي جبنا الطنجرة على الغاز ونحط فيها نصف آآ لتر آآ لكريمة الحلويات كريمة الطبخ بعدين بجيب السكر ونحطهم كلهم ونحط البانيليا مع بعض هلا انا لسه ما شغلت الغاز قبل ما شغل الغاز وقبل ما اعمل اي شي بيجي على الجيلاتين لا تنسوا الجيلاتين مهم كتير الجيلاتين يفردوا الورقات هيك بين بعضهم ونزلوهم بالمي الباردة حسرا المي الباردة شوفوا حطوه الورقة ورقة بعدين عادي ازا لزقوا ما بيأسر الجيلاتين ضروري انه يصمد من سبع دقائق لعشر دقائق ضروري وهلا منشغل على نار وسط ومنحرك منضلع منحرك لحتى يغلي وهلا لح ارجع ان شاء الله بس يغلي برجع مرة تانية بحق هلا لحبابي نحنا تغلى عنا الكريمة غليت بس في نقطة كتير مهمة هون ملاحظة كتير مهمة اغلب الناس بيقعوا فيها اللي عم يطبخوا حلويات بيقعوا فيها طبعا هي النقطة هي الجيلاتين الجيلاتين ما بصير ينحط على كريمة مطبوخة على كريمة مغلية ما بصير تحطوا جيلاتين على شغلة مغلية هلا لازم تريحوا الكريمة خمس دقائق يعني هي لساتة صخنة بس لازم تريحوها خمس دقائق بعدين بتنزلوا فيها الجيلاتين بس هي ملاحظة كتير مهمة علموني اياها بالمطعم الفرنسي اللي بيشتغل فيه بتجيبوا الجيلاتين وبتكمشوها بها الطريقة هاي تعصروا من المي وبتنزلوا مباشرة بالكريمة هو دغري بيدوب طبعا متل ما قلتوا لكون بس يغلي بتطفوا النار بتسكروا بتطفوا النار وبتستانوا خمس دقائق لتروق الكريمة بعدين بتحطوا جيلاتين عليها مش عما يخرب الجيلاتين طبعا شوفوا هلا ازا بتلاحظوا ما في عندي حبيبات ما طال حبيبات لانه انا تعطيت الجيلاتين حقه خلته يعني خلته منقوع بالمي عشر دقائق ازا اعطوه اقل من هيك مثلا خمس دقائق ممكن يطلع عنكم حبوب ازا طلع عنكم حبوب بالكريمة بتحطوا الكريمة بمصفية وبتصفوها من الحبوب وعادي نفس الطعمة ما بتأثر الطعمة وهلا حبايبي منيجي لمرحلة السكب طبعا بعد ما طبخنا الباناكوتا وضوبنا فيها الجيلاتين منيجي منسكبها انا عملت المقادير لخمس اشخاص بس بتعبوا المص الزبدية من هذا الحجم بقى انتو بتضعفوا الكمية هذا على حسب رغبتكن بسم الله الرحمن الرحيم شايفين كيف حبايبي بس هيك بتعملي هيك تعملي خمس لخمس اشخاص وهلا لحكفي انا انا بس حبيت ان اعطيكم مصطرة وهلا ان شاء الله لحكفي اسكوب الباقي بزبادة تانية ولحطهم بالبراد لمدة ثلاث ساعات اقل شي ثلاث ساعات وان شاء الله بعد ثلاث ساعات لحب نشوف النتيجة مع بعض وبابي وهلأ بعد ثلاث ساعات طلعنا الباناكوتا شوفوا شلون كيف صارت شايفين كيف طبعا حطوا كلهم جلتان هلأ هون بنا نحط زينة فينكن تأدموها ازا كنتو مسلا من اهل البيت وكزا فينكن تاكلوها هيك وتحطوا عليها مثلا مربة المربة مثلا ما ب wieder ما عليها اللي بتكون يعني. وهلأ لحورجيكم بس المربع. انا جبت مربع لفريز. لحورجيكم كيف المربع لفريز لازم تعملوا. ما لازم تحطوا المربع لفريز مباشرة. اول شغلة بناخد معلقتين ثلاثة فريز. مربع فريز. وبنحطها بالمايكرو ويف لمدة ثلاثين سانية. يلي ما عنده مايكرو ويفينه يعمل المربع على ماء البخار متل مقت ما بتضوبوا الشوكولة. وهلأ طبعا بس يفضل انه ما تكتروا. ما تحطوا كتير. لحظينا وبرجع لكم ان شاء الله. بس لا تكتروا لا تحطوا كتير مربع لفريز لانه بصير طعمته مو طيبة مربع لفريز لانه سكرياته كتير عالية. وهي وصلنا للشكل النهائي طبعا انا هون لبت الصحن اللي كنت عامله. حفيته بالسكينة وقلبته. وقطعته. بتقطع معاكم عادي يعني. وهلأ قطعنا لفحجيكم النتيجة من جوة. شوفوا شلون اخواني طلعت. آآ وهيك بنكون احنا خلصنا وزينا. بس ملاحظة اخيرة بالنسبة للمربع لفريز لازم تحطوه بالبراد لنصف ساعة ازا حتاتوا من المربع. شان يجمل. بتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. حطوا آآ لايك. واشتركوا بالقناة ان شاء الله تعالى. ان شاء ان يصلكم كل جديد. آآ بشوفكم بخير والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته.